سير والله أخبار حاكي وحاكي طيب زي يا كابتن من أول الدنيا كلها يا رب أو الله ترسانة يعني نقول المصافر جاض يعني نقول الشازل أنا أرحمه وبدعه فتاح ربنا ديك الصحة يا كابتن أنت التاريخ كله أو الله أهلا بك يا كابتن مصطفى على قناة الأهلي وأنا شخصيا سعيد أن أنا بسجل مع حضرانك النهاردة وحاكي نجم كبير بقولك بنيابة عن جماهير مصر كلها حقاك وحشنا كتير ربنا خليه كنت وحشيني وأنا سعيد بيقناة النهاردة الأهلي اللي النهاردة بسجل معايا أتمنى أن أنا يعني أوفق فيه اللي أنتوا عايزين تقولوه أنت حقاكي دائما نجم كبيرة كابتن وكمان إيه يعني نجم وهداف ربنا خليه إحنا النهاردة بقى في بيتك نادي الترسانة كبيرة كابتن مصطفى رياضي يعني جزء أعصيل من نادي الترسانة ربنا خليك يا رب يعني عايزين نسترجع بقى معاك ذكريات الماضي هنا في بيتك نادي الترسانة ذكرياتها جميلة وأحسن أيام حياتنا عشناه هنا في النادي في وإحنا بنلعب وإحنا بنبطل وكل الأوقات اللي لعبناها في النادي الترسانة كان الحمد لله قدناها بخير وقدمناها بأحسن وجه وربنا أكرمنا وإلغاية دلوقتي الناس فكرانا بالماضي اللي إحنا عملنا طبعاً ما أنت أحياتك سيبت تاريخ كبير هنا في نادي الترسانة كابتن مصطفى دايماً الناس بتتذكروا بكل خير الحمد لله ده حاجة فضل من عند ربنا أن بتتذكرنا بحاجة كويسة يعني الحمد لله والحمد لله أن احنا قدينا بكل المباريات والسنين والكاس والدورة وخدنا يعني مجهود كبير عمال ما احنا عملنا التاريخ بتاعنا احنا هنا في الحديقة الخاصة اللي تحمل يعني اسم الكابتن مصطفى الرياضي الكبير شايف التكريم ده إزاي؟ يعني شايف تكريم نادي الترسانة أن يكون فيه حديقة خاصة في نادي الترسانة بتاعمل اسم النجم الكبير كابتن مصطفى الرياضي والله أنا بشكر في مجلس الجدارة ورئيسي النادي الحاجة كاري السعيد لأن هم فكروا فيدي وعملولي جنينا أبسط شيء يعني الحمد لله فما قلتولهم مرة أنا عاوزة تروح الشرل عقارة قالولي ليه؟ قلتولهم عشان أسجلها عشان ما حدش يخدها مني تاني تاريخ ما حدش ما حدش إذا بياخد التاريخ يا كابتن بقال يحكوا يعني إنما أنا بشكرهم على المجهود ده هو على الحاجة اللي أعملها لي يعني عايزين نرجع حياكك مصطفى بقى لذكرات الماضي انت حياك من موليد بولاء إن شاء الله من موليد شرب بولاء الجديد طب فكرنا بقى بزمان بكرة الشراب ده كرة والمواهب كانت حاجة عظمة يعني إحنا بكدينا بكرة الشراب في حي بولاء وفي السيدة نفيسة وكان دور المساء الله رحمه وحمد النحاس واللي ملعبش كرة شراب أنا بتهيقل ما بقاش ملعبش كرة ملعبش كرة ووش يبقى حريف طبعا فكرة الشراب عملتني بصراحة عملتني جامل جدا أنا ما حدش اختارني إلا إلا لما رحت النادي التارسانة وأنا رحت الوحدي على أساس إن أنا خدت الترمى الشعباط من الترمى كانوا تمشي من قدام بولاء كان عندك كم سنة وقتها؟ كان حوالي عند 12-13 سنة هلسه ناشئ صغير ها كنت صغير ملعب القديم اللي مطرح السيرك رحته أنا رحت أنا خدت الترمى كنت بشعبة الترمى وأروح أنزل بعد كبر الزمالك أه ومن جبر الزمالك أتمشي الحبة دول وأخش النادي أه وكان فيه اختبارات في أمه كان أبويه الله يرحمه شغال في الورش الأميرية وأخوها محمد الرياضة الكبير الله يرحمه أه كان بيلعب في الفريق الأول في نادي التارسانة أه فقالولي علاكة روية يعني الحمد لله فقالولي طيب أنت عايز تعمل الترمى عايزة أروح النادي أه ما رضيوش فقالولي لا 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 راح لوحدة ولوحدة للحمد لله اختبروني واختروني ولعيبت بقى أجبال من سنة 50 هل تفكر مين اللي اختارك واتى في نادي التارسانة في الاختبارات لكن النادي بحدي اسمه كابتل راشد أه كابتل علي عثمان أه وكابتل سجل بردون أه كبيرة إنما مخاع كبير بتختار على الفرازة فاختروني وابتديت ألعب هل ناشئين مع الستاشر سنة والسبعتاشر سنة في النادي القديم اللي هو مطرح السرك كان نادي الترسنة اللي هو يعني عظمة الكرة شفناها هنا طب عظمة الكرة نادي الترسنة شفناها هناك وشفنا النادي وقبل ما نتنقل هنا اتنقلت هنا بقى بعد كده حصل إن أنا قابلت الشازي عملته سنة خطير كان يعني معروف في الكرة المصرية وفي نادي الترسنة كابتن مصطفى رياض وكابتن حسن الشازي الحمد لله عملناها وهو لما كابت الراشد قال لي احفظا الشازي نا معك فبعت معاه في البيت وهو معاه في البيت بغاية لما جات علينا وقت بالنظرة العين لما كنت ناسبها كنت بنظرتي في العين وحشوفه هو عيزة فين اه وقلت بالدهالة وجد له هو موهبة الكابتن مصطفى رياض كانت زهرة من بادري وانت صغير وانت عندك 14-15 سنة فرق معاك الكرة الشراب وقتها اكيد كرة الشراب لها فضل علي صراحة يعني الانتهب في بلاء او الانتهب في سيدنا في سيدنا في سيدنا في دور المسا الله الرحمن وحمد النحاس كانت كل حياتي عام الصبح من الفجر الوقت بلاء دي كانت بتبقى واقفة على رجل كنا بنلعب كرة الشراب وطبعا اللي ملعبش بكلها الشراب ملعبش ببورس عايزين بقى نسترجع مع حدقك كابتن مصطفى اول تمرينة ليك في استاد الترسانة استاد الشواكيش عايزين نروح الملعب دلوقتي ونسترجع مع حدقك ذكريات الماضي الجميل مفيش مشكلة